السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم محمد من أبو حمود ستينكس اليوم عندلكم مراجعة وبشرة جميلة جدا لجهاز الجالكسي اس ون القديم مرة منذ يعني اصدر وكان منذ حوالي سنتين ثلاث سنين هذا الجهاز القديم الآن يعمل على أحدث نسخة أندرويد اللي هي أندرويد جوجل كيت كات 4.4 طبعا الشيء الجميل أنه عن جهازك يعني قفز من الجنجر بريد اللي هي أحد أقدم نسخة أندرويد إلى الأحدث حتى الآن أندرويد 4.4 كيت كات فقط للتأكيد يعني نذهب إلى العددات الثم إلى بود فون حول الجهاز وإلى أندرويد نسخة أندرويد أندرويد كيت كات 4.4 طبعا يعني هناك مكاسب عديدة من تحديث جهازك إلى هذه النسخة طبعا هذا تحديث ليس من حبر سامسونج إنما هو يحتاج إلى طريقة إيدوية طبعا طريقة تبديل روما طريقة تبديل النظام يعني الجهاز سيصبح أسرع سيصبح أسلس وسوف تذوق طعم الكيت كات الرائع طبعا على جهازك الكيت كات الشيك يعني وطبعا البلاي ستور لما كنت تفتحها من جينجير بريدي يمكن ما كان في 3-4 تطبيقات في البلاي ستور لكن الحين يعني أنت عندك أحدث نظام على الجوال والتي هي تقريبا البلاي ستور كلها مفتوحة أمامك نذهب الآن إلى التطبيقات فقط أريكم استهلاك الرام استهلاك الرام طبعا جميل يعني نصف الرام تقريبا دعني أقربها الكيبور طبعا كله يدعم العربي بشكل ممتاز طبعا ومثل ما تعرفون إضافات كيت كات للي ما يعرف خوص الكيت كات يشوف مراجعتي السابقة للجلكس اس 4 بنظام كيت كات أو يبحث على واب يعني كيت كات تصبح مشهور يعني وميزاته مشهورة طبعا العربي حقيقة جميل جدا أنا أحبه على رومات جوجل يعني اللغة العربية والأحرف طبعا عسى أنكم يعني سعتوا بهذا الفيديو وطبعا رسلونا واللي عجبه الفيديو يعمل لايك شكرا